السلام عليكم ورحبا بكم في جوزهي كتاراتهم تمان ديالهم ماشي عشراء والاربعين مليون تمان ديالهم اربعات لمليون ونص بالنسبة لطربة في لحية طربة في لحية بمئة في المئة بالنسبة لوريقات تيتر شوفوا الارض كيفاش دايرة بالنسبة للجوار هم دايرين البير ودايرين الزيتون هالجوار اربعات المليون جاءت قريبا للساس قريبا لصفره وكذلك قريبا لطريق سازع بارك اللو عليكم السلام عليكم كده يريد لباس كوشي بخير صح لباس كوشي بزيان تمنى كل شي يكون بخير ولا خير معكم جماعة السمصار الواسط العقاري البيع وشراء الاراضي في لحية السلام عليكم يجب ان يسمع كلمات السمصار يجب ان يقول هذا الشي غير وكذلك هذا هو المعقول وكذلك قناة الخدمة او سلوش يشترك ممتازه سمانهم 4 مليون نوص الهكتار ويقوغيه في 4 مليون نشعلا الله ارض ممتازة في لحية لحجرة لولو فالزيتون والزراع والإنسان إذا يخلي فلوسه في الضمان والأرض ما تصمر فيها؟ إذا القمح الشعير والفول واللوبيا والعدس في الكثير من الحويجات مغفولين وفيهم الفلوس يعني إذا قدرت غير الفول رأى اللهم لك الحمد كيدر عشرين درهم الكيلو إذا قدرت الحمص كيدر عشرين درهم الكيلو كدلك العدس كدلك الفلاحة لا يوجد غير الغرص كان الكثير من الحويجات التي تصمر فيهم والبلايدة ديالك والله هم يسير كما قلت لكم ثمن ديالها 4 مليون ونس ومن شاء الله نوقفه مع الكليا اللي غادي يجي يديها غيب 4 مليون إن شاء الله عندها طريق فلاحية كما كيقولوا الناس الفلاحة عارفين هذه القضية مبعدش على البيست اللي دخل البلاد حتى 200 متر يعني يقدر يمشي مع الحدود يشوف الأرض يشوف الغراص يزرع وطريق فلاحة تجري فيها وطريق فلاحة التي تدخل فيها ونحن نحن والله هم يسير ونحصي على الجميع وكما قلت لكم كان الناس الذين يشجعون يتمشون يمشون التي تستمر في المجال الفلاحي وكذلك تقدر تدير الشعير تقدر تدير القمح تقدر تدير فارينا رأي حاجة عندها القيمة ديالها الفلاحية ليس ضروري تدير تفاح البانان تدير هذا كان حويجات تبارك الله فيهم الخير والبركة تحية تجميع متسبعي جمال وسط العقاري داخل أرض الوطن وخارجها هذه بالنسبة للإنسان اللي بغي دير السكان ولا بغي دير شي حاجة رح ما عندهاش طريق ديال الطموبيل إلا إلا تفاهمتي مع الجار ديالك يبيع لك واحد لأنك 200 مترو يبيع لك واحد الخمسة مترو باش تدخل البلاد ديالك ولكن بالنسبة للفلاحة رأي صالحة بمية في المية والصراحة تكون راحة لا تقدرش تعد بوحد أخر ولا يشوف الأرض رخيصة ويقول هذيرها يعني ما عندهاش طريق لا عندها الطريق فيلا حياء بمية في المية وكذلك كذلك كنشوف شي ناس كدد دخلوا بالشرك بالله والعيدوا بالله أفل ما فين هذا راه ربي الحاجة اللي ماشي فليد ديالي ولا فليد ديالك ولا فليد واحد أخر راه أفيد الله سبحانه وتعالى يعني راشتاء ولا الجفاف ولا دك شرك وش يطلع بحل في اللحاء اللي عندهم الأراضي فيلا حياء وكما يقولوا نحن أرادك الشي اللي كان بالنسبة لعندي أنا كنشوف بزاف ديالناس في المال جافاف هذا أراد شي ديال الله اللي يرحمنا اللي يرحمنا ويرحم الجميع كين اللي عندهم مئة كطار مئتين كطار ثلثمئة كطار فيلا حياء كي يدير فيها الصراع كي يدير فيها القمح وكتوصل لوقيسة ديال الحرط وكيدير زراء دياله وكيدير الفول دياله وكيدير جلبان دياله وكيدتقلنا الله وكل عاملك يجيب الله تسير ويجيب الله الخير ويجيب الله كل شيء واللهم لك الحمد